نروح لنجبنا محمد صلاح أنا قلت لكم الحقيقة أنه الموسم ده بداياته على الرغم من طبعا يمكن فكرة التجديد لليفر بول إلى حد كبير شالت كل أنواع التوتر اللي كانت موجودة على العلاقة أو في العلاقة بين ليفر وبين صلاح لكن الموسم ده بداياته أعتقد أنه فيه نوع تاني من الضغوط وخصوصا مع وجود داروين نونيز ومع وجود إيرلينج هالن ومع رحيل ساديو ماني المعادلة شوية اختلفت بالنسبة لصلاح وأعتقد أنه ما عنديش شك في قدرات وما عنديش شك إن شاء الله بإذن الله هينفس لكن البدايات بالنسبة له صعبة خلينا نقول أن محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة كأفضل لاعب في الدولة الإنجليزية في الموسم الأخير 21-22 الجائزة دي بيقدمها اتحاد شمال غرب إنجلترا كورت القدم وصلاح كان فاس بالجائزة موسم 2021 متفوقا على روبين دياس طبعا مدافع السيتي ومدافع بورتغال الدولي وليوك شو الزهير الأيصل السنة دي بيتنافس صلاح مع واحد من النجوم المستوى الأول كيفين دي براينة بشوفه يمكن هو مش من أفضل هو بالفعل أعتقد أفضل لعب وسط في العالم بيتنافس مع كمان كريستانو رونالدو بيتنافس مع جوردن بيكفورد ده حاليس أفرتن ودوش براون هيلد وده لعب يلعب في بيرنلي والخمس أسماء دول بيتنافسوا على الجائزة الخاصة بالموسم الأخير ترجمة نانسي قنقر